صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة اهلا بيكم معانا نهاردة يوم جديد وحلقة جديدة ونهارك سعيد ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا كده زي برنامجنا هيكون معانا فقرات كتير جداً منكم ابودي معاكم من 9 الـ 11 صباحاً لو نقدر والله اكثر من كده يعني اكيد هنعمل بس هما ساعتين على الهواء زي ما بقى يكون فيه فقرات كتير بس في الاول صباح الخير رانيا صباح الفل يا سارة صباح الخير يا اشرف بسبح لكل مشاهدي 9 live كل مكان الحقيقة كل يوم الواحد بتجيله حالة كده اكتر من الثقة وحالة اكتر من التفاؤل بنتمنى ان الدنيا تفضل ماشي خطوة بخطوة كده بطريقة كويسة بكرة هنبتدي المرحلة التانية من الانتخابات التوقعات اللي بيحصل في مؤشرات بانت المرحلة الاولى هتفضل زي ما هي هتتغير يعني تساؤلات كتير قوي كلها في بالنا هنحاول على قد ما نقدر نتكلم فيها معبرات صباح الخير رانيا صباح الخير صباح الخير مشاهدي 9 live ونهارك ودايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل مشاهدي نهارك سعيد في حملة على الانترنت على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل حتة في مصر وهي حملة اشتري المصري بغض النظر مين اللي قالها او هو هي قناة فضائية يعني مصرية طبعا هي اللي طلعتها لكن حاجة مشرفة جدا انه الوزراء والحكومة والشعب وكثير من اللي على الفيسبوك وعلى تويتر عملين يتكلموا على اشتري المصري اشتري المنتج المصري وخصوصا بعد ما الدكتور كمال الجنزوريا رانيا وصارة طلع وقال ان الاقتصاد المصري متبهد حقيقي فأنا نشجع الحملة دي جدا والحملة دي باختصار يا جماعة هي المفروض انها هتكون يوم الجمعة لو خلناها الجمعة والسبت يعني نشتري اي منتج مصري نشتري لبس نشتري حاجة منتج غزائي نشتري اه اي حاجة يعني اي حاجة صنعة في مصر نعم ده كله بيساعد ان احنا نحاول ان احنا نشجع الصناعة نشجع المنتج المصري نشجع ان احنا نقبل على الجنيه المصري بدل ما نقبل على الدولار او اي عملة اجنبية مزبوط كده اشرف وبعد الموضوع اللي كلمنا فيه او اللي نبهنا حضراتكم دي دلوقتي يكون معانا نهاردة فقرة الصحافة عشان نعرف اهم المنشطات والاخبار الموجودة في كل الجرائد يكون معانا الصحافية امينة خيري هي الكاتبة الصحافية بالجريدة اللندنية كمان هيكون معانا فقرة مع الكاتب والمفكر استاذ كمال زاخر هنتكلم فيها عن الاحداث الجارية الانتخابات المرحلة التانية وصول الطائرات الاسلامية السياسية للعدد كبير من المقاعد في البرلمان يعني هنتكلم معاه بشكل عام عن اللي بيحصل برضو معانا الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب بنتكلم معاه عن برضو موضوع الطائرات الاسلامية ورأيه بشكل عام هما الاثنين الكتاب اللي معانا النهاردة كتاب ومفكرين كبار طبعا بنتكلم معهم عن موضوع الاسلاميين وتقدم الاسلاميين في الانتخابات وفي نفس الوقت عن بشكل عام عن التطورات اللي بيحصل ومصر هي رايحة فين ده غير ان احنا عندنا فكرة خاصة كمان النهاردة حلوة وجميلة جدا مبادرة حقوقيين انسان مع حملة او المبادرة الخاصة بالشرطة لكن شرفاء او اه شرطة جديدة للشعب المصر اه شرطة جديدة للشعب المصر هي مبادرة يعني الحقيقة اه تستحق ان احنا نفهم ايه اللي هم عايزينه بالزبط وخصوصا ان النهاردة على فكرة اه لو انا جاي في الاخبار عرفت انه الحكومة قررت انه كل الناس اللي توفت في شارع محمد محمود في الفترة اللي فاتت هيعتبروهم شهداء وشهداء من ضمن شهداء خمسة وعشرين يناير لهم كل الحقوق وكل الواجبات دي بداية كويسة جدا كمان مشاهدين هيكون معنا نهاردة احتفالية بالكاتب الكبير اللي استمتعنا بكلاباته طول الوقت او طول السنين اللي فاتت الكاتب الكبير نهاردة نجيب محفوظ هنحتفل بيه معاكم في نهارك سعيد مع الاستاذة فاطمة نعود هي كاتبة هنتكلم معها نهاردة وهنسترد حاجات كتير جدا عن الكاتب الكبير نجيب محفوظ نروح فاصل ونرجع نبتدي بقرة الصحافة واهم عنوين الصحف مع سارة خليكم معنا